اقتحمت قوات الجيش مدينة جعار الواقعة في محافظة أبيان بعد مواجهات عنيفة مع ألوية المجلس الانتقالي لا تفاصيل عن طبيعة المواجهات لكن مصادر عسكرية أفادت بأن الجيش نجح في دخول جعار عاصمة مديرية خنفر التي تعد أكبر مديريات أبيان حيث تشكل جعار أهم المناطق التجارية القريبة من مدينة زنجبار عاصمة المحافظة كان الجيش قد خاض معارك قوية بالقرب من مدينة زنجبار ضد ميليشيا الانتقالي المدعومة إماراتيا وأكدت المصادر العسكرية وقوع المواجهات في محيط زنجبار والتي تعد عاصمة المحافظة وتقع على بعد نحو ستين كيلومتر من محافظة عدن لا يمكن الحسم بنتائج المواجهات العسكرية في كل من جعار وزنجبار لكن الأهمية الزراعية والتجارية التي تشكلها المدينتان تجعل من السيطرة عليهم قوة اقتصادية للحكومة فضلا عن أن سقوط المدينتين يمثل مدخلا لسيطرة الجيش الكلية على بقية مديريات أبيان وبالتالي هزيمة كبرى للمجلس الانتقالي الذي يشهد انقساما عسكريا داخل ألويته في عدن التي شهدت الشباكات المسلحة بعد رفض أحد ألوية الحزام الأمني أوامر قضت بالذهاب إلى محافظة أبيان لقتال الحكومة الشرعية